السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألم أسفل الظهر من أكتر الألم اللي بيعاني منها كتير من الناس وتشخيص سبب المشكلة بيكون صعب في 85% من الحالات علشان كده في 40 ثانية هقولك على أهم 10 أسباب تسبب ألم أسفل الظهر أول حاجة النوم أو الجلوس بطريقة غلط تاني حاجة التعرض لهواء البارد زي المكيف والمروحة تالت حاجة حمل الأشياء التقيلة بطريقة غلط رابح حاجة السمنة وزيادة الوزن لأن كل كيلو زيادة في وزنك بيضغط على فقرات الظهر 4 كيلو خامس حاجة لبس الأحدية الغير مناسبة والكعب العالي سادس حاجة عيوب خلقية وتشوهات بالعمود الفقري سابع حاجة إصابات الظهر زي السقوط والالتوقات والكدمات والرياضات العنيفة تامن حاجة مشاكل في الكلة والمسالك البولية تاسح حاجة الإصابة بمشاكل القولون زي القولون العصب والقرحة عاشر حاجة التهاب أو قرحة عنق الرحم بسبب تركيب لولب ما تكشفش عليه بقاله مدة طويلة دي أهم عشر أسباب بتسبب ألام أسهل الظهر بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك ولو عجبك وأفادك شيره لغيرك بتمنى ليكم السحوة والعافية كان معاكم دكتور طريقة تركيب استشار جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا